أقامت عائلة صحيفة ذي المجاز احتفالية شمعة المجاز الأولى بمناسبة مرور عام على انطلاقها بمشاركة ثلة من الأدباء العرب ذي المجاز هي صحيفة إلكترونية ثقافية أدبية أنشئت في الأردن شارك فيها أدباء وكتاب من الوطن العربي اهتمامنا الأساسي هو الشارق قصيدة العمودية التقليدية وقصيدة النثر وقصيدة تفعيلة بالإضافة لأدب القصة وأدب الأطفال الدراسات والحوارات الأدبية يعني حوارات أدبية نجريها نحن مع أدباء من مختلف عنحاء الوطن العربي وكمان نغطي الفعاليات الأدبية والثقافية التي تتم على الساحة كانت في الأردن أو في المناطق التي فئلنا فيها محررين فكرة ذي المجاز هي جمع أكبر عدد من الأدباء والمثقفين من الوطن العربي لتكون منبراً لهم ولكلماتهم القصص طبعاً إحنا كلجلة مراجعة وتقييم وردتنا من تقريباً كافة أنحاء الوطن العربي كان عددها أتوقع فوق الخمسين قصة وطبعاً إحنا قررنا بدون معرفة الأسماء أسماء القاصين حتى ما يكون فيه تدخل كانت تجينا بأرقام من خلال منسقة البرنامج الأنس العام وإحنا اخترنا ما يصلح للنشر وقلنا عن الذي لا يصلح أو الذي ممكن أن ينشر بعد ذلك ويعتبر المشاركون في هذه الاحتفالية أن الصحافة الإلكترونية لها الدور الأمثل في نشر الثقافة والحركات الثقافية في الوطن العربي أي احتفالية ثقافية هي تنشط الحركات الثقافية مفيدة جداً للوسط الثقافي أولاً نطلع على الشعر وأدب الوطن العربي ككل بغض النظر من أي بلد أثنين ممكن أن يساعد الوسط الشبابي في أن يتقدم ويظهر نفسه أكثر فأكثر وهذا فائدة فيه في المستقبل للوسط الثقافي ككل صحيفة ذي المجاز هي حلم الشاعر السوري محمد طقو ولكنه لا يستطيع أن يعيش حلمه وحده بل أراد مشاركة حلمه مع جميع السوريين راني حمور لبرنامج جولة الصباح